رجحت أوكرانيا انتهاء الحرب الروسية عليها بحلول نهاية العام الجاري فيما تستمر المعارك في مراطق عدة حيث يستمر القتال في إقليم الدباس وخركيفة التي شهدت انسحاباً لقوات الكريملين بينما يضيق الخراق على المقاتلين الأوكران المحاصرين في أزوفستال بمريوبول تزامناً مع تواتر موقف حازم من مجموعة الدول السبع ورغبة فنلندية بالدخول لحلف شمال أطلسينيتو أكد حاكم منطقة لوغانسك شرقاً سيرجي جايدي أن القوات الأوكرانية صدت محاولات روسية لعبور نهر فاصل وتطويق مدينة سيفير ودونياتسك وقال جايدي هناك قتال عنيف على الحدود مع منطقة دونياتسك مشيراً إلى خسارة روسية كبيرة في المعدات والأفراد وأضاف من عمليات الاعتراض للمكالمات الهاتفية علمنا أن كتيبة روسية كاملة رفضت الهجوم لأنهم يرون ما يحدث وأظهرت صور الجوية عشرات المركبات المدرع المدمرة على ضفة النهر والجسور العائمة المدمرة بدوره أعلن عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية إيغور تريكوف انسحاب القوات الروسية من محيط المدينة باتجاه الحدود الروسية أكد عمدة خاركيف لبي بي سي أن القوات الروسية لم تتمكن من دخول سوى جزء صغير من المدينة الرئيسية لمرة واحدة فقط ولم تبكث هناك لفترة طويلة وقالت ريكوف أن الروس كانوا يقصفون خاركيف بالسمرار لأنهم كانوا يبكثون بالقرب من المدينة